أسعد اللهم مساءكم مشاهدين الكرام وإهلا بكم إلى هذا اللقاء أمطار راديك هنا تمعتبر خلال نهار اليوم خاصة على الوجه الغربي وكذلك الوسطى خلال يوم الغد الأمطار ستزدد غزارة خاصة على مناطق الجنوب الغربي وبيتحدث على منطقة تيندوف كذلك شمال ولاية أدرار إلى غاية منطقة الصورة أما على المناطق الشمالية ستصبح الأجواء شبه راديك خلال الظاهرة على كافة المرتفعات التي تلتحق ليلا على السواحي الوسطى وكذلك الغربية أما عن درجات الحرارة خلال هذه الليلة إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بمقاييس ما بين 11 درجة إلى غاية 16 درجة على المناطق الشمالية مصلحة 10 درجة على البشار 19 على تيندوف 25 درجة على الصحراء الوسطى لترتفع الغاية 26 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحر القسوة ستعرف ارتفاع على المناطق الوسطى وكذلك المناطق الداخلية نرتقي بـ 31 درجة على مقياس على تيزيوز والبويرة 26 درجة هنا بالعاصمة حتى على قسنطينة للجلفة 22 درجة على عنابس كيكدابيجايا نفس المقياس على المشرين عامة والبيض وسعيدة 27 درجة على بشار 29 درجة على تيندوف مقاييس ما بين 34 درجة إلى غاية 42 درجة على شمال الصحراء الوسطى مرتفعة الهجار والتسلية إلى غاية أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب مع رياح ضعيفة تماما على الوجهة الغربية لكن مضطربة على السواح الوسطى وكذلك الشرقية رياح قوية ستشتد ضمن طيارات شرقية تماما تصل الـ 50 كم في الساعة وقت شرق شمس لنهر الغد بحول الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام الساديسة 12 دقيقة صباحا ولأكثر تفاصيل عنوين مصلحة الأرصاد الجو الجزائرية في الخدمة سلامتك سلامة الجميع في أمان الله